انا انسان التلموع نمن بحرية الاعلام حتى الاعلام كيغلط فيها باقي نقول مثالش خطر ممنة بحرية الاعلام مهمة هذي خطر السلطة الحالية لا تؤمن بحرية الاعلام وملكا متاع شمس في مجلس بيزيري يتحل اما هم ميحبوش على خطر مشين في اثنيت الاعلام لازمة سكر عليها ورسمية متاع شمسة فام هو الركونيسانس متاعها اسمها دونك هي مسألة وقت باي نكمل لك بالنسبة الموضوع هذي موضوع هذي شوف هي نفس الحكاية عاودوا فيها عندهم سنين تو كسي دي المجروح ايول فنه ايول فا واحد كل مرة يطلعوا لي بحكاية بايهي الموضوع هذي منين جاي الموضوع هذي فما كروني كور في راديو اخرى وقت اللي انا ادخلت فيك الصراع مع نوردين تبوبي وقتها مع الاتحاد لا لا مش مع الاتحاد مع القيادة بايهي مع السيد نوردين تبوبي وارح بايهي خطر انا راني مانيش ضد الاجسام الوسيطة بما في ذلك النقابي بايهي تفضل كدخلت انا في الصراع ذاك فما كروني كور اللي هو نقابي بايهي بايهي مانيش نعملو لها دي وبره نخرجوا فيها انتوكس اللي هي تنتمي مع تتعرف بمعنى صناعة حركة النهضة صحيط داير كوروني كورا دايشوف الدنيا ميتونسة صغيرة عرضني عنده جماعتين مشيت له في وجهه كتل عليش حرم عليك عليش انت انسان صحافيون بلوس تخرج تقول معلومة مكش مواثق منها عتذر لي قال لي سامحيني قال لينا ما عاودتيش مرة اخرى خطر عرفتها غالطة قتل الملا ننتظر منك الاعتذار نزيد ونقدموا اكثر دونك بالله اللي زان توكسو هالواحدة دم كلهم فمشمن بايه بايه دايور دايور انا نحب نقول الى كل شباب حركة النهضة وشباب الحزب الحر الدستوري سايب عليكم الحزبة ذا ما تكون شا مستقبل يجو الحزب الجمهورية الثالثة اه انتي تدعو طوال شباب الحزب الدستوري للحر يصي حزب الدستوري الحر باقرو نظام الاساسي وشباب حركة النهضة بشي التحقبية مهوش ديمقراطي وشباب حركة النهضة بالنظام الاساسي لازمكم اقدم ميام تا 15 سنة وعشرين سنة بش تطلع القيادات وبالتالي يحبوك تشيب بش تولي قيادة تسايب عليكم جمهورية الثالثة حزب الشباب نشاط الحزب هو لازم يكون هنا في موقع قيادة هو ايمان باديولوجيا وافكار معاينة الشعب التونسي موجود داخل الحزب الشعب التونسي الشعب التونسي اكبر برسنتاج فيه هم شباب فمزوز اجيال حاضرة لقيادة البلاد اللي هما شباب وبالتالي القيادات لازم دو تير من القيادات شباب هيك تركيب الديمغرافية انتع الشعب التونسي ليه وزوز تواجهات مختلفة يعني حركة النهضة شبه حركة النهضة عندهم اديولوجيا معاينة والحزب الدستوري الحر اديولوجيا اخر حزب الجمهورية الثالثة عافش نقولك عليش خاطر حزب الجمهورية الثالثة ما يكسمش بين ما يفرقش بين الناس على اساس اديولوجية الهوية عنا مشروع اقتصادي كل يمكنكوا نالجها في المشروع الاقتصادي وعليش تتلقicks لحزب الدموة فقط ليه لي الحزب الاخرى كل الكل كل على بعض وشنوة اللي ميز حزبكم على بقية الحزب الاخرى وتنيول السمي لي تانقول شنوة اللي ميز حزبكم على بقية الحزاب الاخرى شش خلي اليوم Fabi شباب الطيار سايب عليكم الطيار حزب الجمهورية الثالثة شكون اخر بقية تونس سايب عليكم بتي حزب عمرها عشرة سنين ولا كما لم 對 يعichi حزب العائلات لماذا يختار حزب جمهوريات الثالثة؟ ماذا هو آخر؟ لدينا قيادة في حزب الجمهوريات الثالثة هو حزب يتماشى مع تركيبة وكبر الشعب التونسي وراه التواصل والله لدي وقته فالحامدي خليك تجاوب مهم جداً في الانتقادات التي توجهت ماذا هو الانتقادات؟ لم تسمعت هايش انت؟ تطلبتوا حق الرد وقلنا تجيب أحدين هنا في شمس با استنى يخساع خنكونوا فضحين قبل السامة نجاوب على الانتقادات تذيك السيدة اللي قالها قل لي يولدي رانا عراية تونس صغيرة رانا عرفوك انت مني نعرفوك اللي كنت تخدم عيوس فشيد ونعرفوك اللي كنت فتحية تونس ونعرفوك اللي انت كي يندثر حزب تمشي الواحدة اخر تشتخدم حكاية اخر وبالتالي خلينا ساكي كي انسان يخرج حاجة هذا من حقه يكون في مؤسسة حزبية وإنخيرات الحزبي والعمل الحزبي هذا مضمون بالدكتور لا اما مش من حقه يكون كرونيكور على اساس هو موضوعي وهو عند اجندة سياسية وغادي المشكل اليوم غادي المشكل اليوم في المؤسسات العالمية هالي كرونيكور اضاما ثبتون لكل كرونيكور انت تبعش كون حتى النابلك علش انا ننمن بالانتماء الحزبي مواقفه في دعم تواجهات رئيس الجمهورية لا لكي يولي تشويه وثلب اعطيني انت شنيم لمن تنتمي مش جيني كرونيكور على اساس معلق وعلى اساس كذا وانت عندك اجندة سياسية اخرى لا هذي الحاجة اللون حاجة الثانية هو عطى اجوبة انا اعطيك الاجوبة شنو المنعطيني يسأني بالسؤال بالسؤال تنجوبك شنو علاقك بحركة النعض ما عنديش علاقة وهو رئيس الحزب بيداقيل ما عنديش علاقة كيف تعين في التونيسير وزير النقل التصلبية مش بيدعم من حركة النهض لا ما نقترح اسمك وزيرة خارجي قبل ما نمشي مني جدت حكاية الدعم وقت اللي انا يتردوني وقتها خرج واحد اسمه عماد الحمامي والهمامي والانسي تسمعه في حركة النهضة عماد الحمامي هذاك اللي هو بيداقيل في النهضة وطوله مع الرئيس وكل مرة يتلون هو بيدا انسان ما عنديش الصدق السياسي مش منقولوش حاجة اخرى الانسان هو بيدا مش بوه مش بوه فيه الكلام يقوله مش صحيح ماذا نقترح اسمك اليوم على في وقت من الأوقات في وزارة الخارجي رئيس الحكومة ولكلمني شكونو الجملي وكلمني وانا البره في الخارج ديور واحنا عنا في بلادنا في دعم من حركة النهضة؟ ما نعرفش في بلادنا اسمعني وخو نقولك حاجة انا قول في الحامدي كان جدت عندها دعم من حركة النهضة ما تتردش في ستة جمعات واضح؟ واضح وقت اللي هما شدين السلطة ما هي تمويلات الحزب؟ سمحني كان جدت عندي علاقة بحركة النهضة باش نعودوا الموضوع ما نعملش انا يا حزب ما هي تمويلات الحزب؟ كيف كيف؟ تمويلات الحزب هي تمويلات شخصية وريت اللي يسألوا فيها يقولوا ما هي تمويلات الحزب؟ منظري هكا منظري من بين شنا نجم نمو الحزب؟ كالحشيك ساعة والحاجة والف الحامدي يعني كالف الحامدي سمحني سو أنت سأولولي انت شبك يجيك لهنا متاع العيلات وكالعيلات اللي يعملوا أحزاب ويمولوا أحزاب من فلوس الشعب ما تسألوهمش؟ ولا دي كأسامي معروفة وعائلات معروفة ومقبول انهم هما ناس معناها اللي عندهم هالجروبات والبنوك والواحد هذوكو ما تسألوهمش منين تمويلكم؟ هذوكو ما تسألوهم تمويلكم منين؟ في بلاس نتنسلوا أولف الحامدي اللي هي مرأة سلف ميد ناجحة هو سهلك؟ من أين تمويلتك؟ ما سألنيش هو ما سألنيش هو أعطاه معناه إجابة فيها تشكيك التمويل شخصي ونقولك حاجة وانت تعرف في الإطار هذي الكل تيكرواء انت مع هالجروبات المحلولة ومعه اللي يعمل فيه الرئيس ما ثبتش هو ولا ما ثبتوش المسؤولين في أناية تمويل منين؟